بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيب الله جميع وقاتكم بالخير ومسرات أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في مستهل لهذا اللقاء المبارك والمباشر من البرنامج اليومي الركن الرابع الذي يأتيكم يومياً عبر فضاء الإخبارية حديثنا في هذه الحلقة مشاهدين الكرام متسق ومتناسب مع هذه المدرسة العظيمة مدرسة التقوى لعلكم تتكون والتي ختمت بها آيات الصيام في كتاب الله عز وجل الحديث عن التطوع وهو من السلوكيات والقيم الإيجابية التي حث عليها الشارع والدين الحنيف وندب إليها قال تعالى فمن تطوع خيراً فهو خير له ذلك لما يترتب على العمل التطوعي من نفع للخلق وقضاء حوائجهم ومع ذلك فإننا نجد نوعاً من التقصير في هذا الباب من أبواب الخير على الرغم من أن التطوع يعد قيمة أصيلة في مجتمعاتنا الإسلامي وله من الآثار والثمار الإيجابية ما لا يحصى ليس على المستوى الفردي فحسب بل على المجتمع بأسره والعمل التطوعي مشاهدين الكرام بكل مكنوناته العظيمة يجلب لصاحبه الخير في ذلك في الدنيا والآخرة ذلك أن إدخال السرور إلى قلوب الآخرين هو من أحب الأشياء لمولى عز وجل وسمه من سمات أخلاف القرآن الكريم وصفه من صفات أهل الإيمان وفضيلة من فضائلهم حديثنا في هذه الحلقة مشاهدين الكرام عن المبادرات التطوعية وعن خلق التطوع الذي ندب إليه وتحدث عنه وأيضاً حتى عليه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم سواء كانت في مواقفه العظيمة مع صحابته الكرام في المجتمع المكي والمدني أو حتى في أقواله صلى الله عليه وسلم من ذلك حث المؤمنين على التطوع ودفعهم إلى أبواب الخير يسرنا في مطلع هذا اللقاء المبارك في حديث عن رمضان والتطوع أن نرحب ضيفينا الكريمين فضيلة الدكتور ناصر بن محمد الهويمل أستاذ الدراسات العليا ومستشار معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فأهلاً وسهلاً ومرحمة بكم شيخنا الكريم أهلاً وسهلاً أخي عبد الرزاق وأحيي ضيفي الكريم والأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات وسأل الله عز وجل لجميع العلم النافع والعمل الصالح الترحيب أيضاً يمتد بفضيلة الشيخ يوسف بن إبراهيم البرجس وهو المدير التنفيذي لماكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بن نسيم مرحباً بك شيخ يوسف حياك الله شيخ أبن رزاق أهلاً وحيا الله الدكتور كذلك الله أخوة المشاهدين لعلنا نبدأ بضيفنا الكريم الدكتور ناصر الهويمل للحديث عن فضيلة التطوع ووضعها على ميزان الكتاب والسنة وكذلك الحديث عن تلك الأدلة في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الحاثة على فضيلة التطوع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيراً إلى يوم الديني وبعد فإن هذا الموضوع له موضوع التطوع له أصل شرعي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال سبحانه في آية الصيام فمن تطوع خيراً فهو خير له وجاء في السنة النبوية في قصة ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسأل عن شيء يتشبث به فدله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصول الإسلام ثم قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع والعمل التطوعي هو ما يثاب عليه المسلم سواء كان له كان أمراً عبادياً كنوافل العبادات كسنن الرواتب قيام الليل صلاة التراويح تحية المسجد غيرها من الأعمال والشق الآخر من العمل التطوع وهو ما يقوم به الإنسان حسبة وابتغاء للأجر من الله جل وعلا في عمل الخير وبذله كبذل الصدقات ومساعدة الضعفاء وهذا كذلك له أصل في السنة لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعين صانعاً أو تصنع لأخرق فإعانة هؤلاء الذين يحتاجون إلى المساعدة هذا من الأعمال التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذه الأعمال التطوعية مجالاتها واسعة وكبيرة وجاء من ضمن هذه الأعمال التي يقوم بها الإنسان تطوعاً سواء في بناء المساجد في حفر الآبار في سقيا الضمآن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول من بنى لله مسجداً ولو كمفحص خطات بنى الله له بيتاً في الجنة وكل هذه الأعمال التي صار ثوابها الجنة لمن عمل من أعمال البر أو تصدق بهذا المال الذي هو وديع عند الإنسان والمال هو مال الله عز وجل ولكن بعض الناس ينفق من هذا المال ابتغامة عند الله عز وجل واستثماراً له فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى زلفة وبعض الناس ربما أنه حجبه شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء عن أن تبذل هذا التطوع وهذا العمل لابتغامة عند الله عز وجل والدار الآخرة فالتطوع هو موجود في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وله صور شتى كثيرة منها ما أشرت إليه من قضية إعانة أصحاب الحاجات على أداء حوائجهم أو أن ينفع الإنسان نفسه بعمل الطاعة كل عمل طاعة له أصل في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كون الإنسان يتزود من هذا العمل هذا هو من عمال التطوع نعم شيخ يوسف حفظكم الله لو أردنا الحديث عن مفهوم العمل التطوع وكذلك أهميته ونعرف أن مكتب الدعوة والإرشاد في النسيم له تجربة طويلة فيما يتعلق بالتطوع بل هناك استقطاب للكوادر من الشباب في مجالات التطوع بسم الله والحمد لله وصلاة السلام والرسول أجبينا محمد وعلى أليه وصحب أجبعين حقيقة بالنسبة لموضوع التطوع بلا شك أنه موضوع مهم جدا للغاية وكلنا بحاجة أن نتفهم مثل هذا الموضوع في نفس الوقت أيضا أن نعين على تحقيقه في الواقع في واقع الناس عموما جميل ومن فضل الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد المباركة نجد أن كثير من شرائح المجتمع سواء كانوا شيبا وشبانا ونسان وصغارا وكبارا الحقيقة أنهم يبذلوا كل جهدهم في مسألة التطوع أي أن كان هذا التطوع ولذلك نجد هذا وجدناه إلا الحمد في مشاريعنا رمضانية وحتى كذلك قبل شهر رمضان وجدناه إلا الحمد بشكل واضح وجلي تخيل معي يا أخي الكريم أن هناك عائلة كاملة عندنا في أحد المخيمة التفطير هي مستلمة هذا المخيم إشرافا وتفطير بل وتنفيذا كذلك لعلي أعرج على ما ذكر الدكتور فيما يخص ما هي مفهوم التطوع هناك آيات كثيرة إذا قلنا أن التطوع هو فعل الخير هذا هو المفهوم العام لكلمة التطوع فعل الخير المؤمن يفعل الخير بل أحيانا حتى غير المؤمن يفعل الخير الفرق بين هذا وهذا أن هذا يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى وذلك قد يريد النتيجة الملموسة فقط لا غير الظاهرة بمعنى أنه مثلا عمل أي عمل تطوعي فيجد ابتسامة من شخص تكفي هذه الابتسامة يأتي إنسان ويقول له شكرا يكفي هذا الثناء لكن الإنسان المؤمن لا يريد إلا ثواء الثواء من الله سبحانه وتعالى ثم ما يحصل من أمور حسية عند الآخرين نعم لكن لو تحدثنا حفظك الله يعني عن أهمية هذا المجال يعني هناك بعض الحكومات عدثه ربما نقول القطاع الثالث في الدولة يعني هناك القطاع الحكومي القطاع الخاص وهناك مجال التطوع يعني رأيكم في ما لمستموه من خلال مشاريعكم في تنمية المجتمع التحديد بلا شك يعني تخيل معي يا أخي الكريم والإخوة المشاهدون أيضا تخيلوا معي أن هناك في العالم الآن ما يقارب مليار متطوع ما شاء الله هذا العدد الهائل بلا شك وإن كان نسبته تعتبر يمكن ما أدري بالضبط بالنسبة لعدد العالم كله لكن يبقى أنه عدد كبير 9 مليار يعني السبع بلا شك هذه لقطات الآن يمكن مشاريعكم المباركة أي نعم ولذلك يعني نحن أيضا لأود أن نحن كمسلمين بالذات يجب علينا أن نكون يعني في مقدمة هؤلاء الذين يعني يتطوعون تخيل معي أن 25% مثلا من في بريطانيا كمثال 25% من المتطوعين يقولون أن التطوع كان سببا في حصولهم للشهادات التي جعلتهم يتوظفون ويحصلوا على وظائف أيضا كذلك إعداد حوالي يمكن 15% كذلك في استراليا نفس الشيء أيضا كذلك فنحن أيضا كذلك باب أولى أن نكون في هذا المجال جميل شيخ الكريم يعني دعنا ننتقل أيضا إلى ما يتعلق بظاهرة التطوع ربما يعني أشهد الشيخ بتجربة ربما أنها في استراليا وكذلك في بريطانيا وفي أمريكا أمريكا هناك عدد مهول جدا من الجمعية الخيرية ورابط المليون جمعية خيرية يعني لكن شاهد في المجتمعات الإسلامية في الوقت الحاضر تحديد ربما تراجع فيما يتعلق بدعم العمل التطوعي يعني نريد أن نتحدث هنا عن قيمة العمل التطوعي وأننا نرجو من الله ما لا يرجون فيما يتعلق بالدار الآخرة نعم هو كما تفضلت أخي عبد الرزاق سبب تراجع العمل الخيري في البلاد الإسلامية هو إساءة استخدام العمل التطوعي فهناك من دخل على خط العمل التطوعي وأساءة سمعة إلى سمعة العمل التطوعي النقية التي كانت مجرد في السابق أن يدعى إلى أي عمل تطوعي أو إلى أي عمل خيري فإن الناس تسابقون للمشاركة والمساهمة ابتغامة عند الله عز وجل والدار الآخرة ولكن لما أسيء استخدام العمل التطوعي من قبل بعض الجماعات التي تنتسب إلى أساءة استخدام الإسلام سواء في جانب التفريط أو في جانب الغلو والغالب في جانب الغلو واستخدمت كثير من الأعمال التطوعية لاستخداماً سيئاً لا يخدم الإسلام ولا يخدم أهدافه ولذلك تراجع كثير من الناس عن دعم كثير من الأعمال الخيرية والتطوعية بحجة أن سمعة الأعمال التطوعية والخيرية لا نقول أنها سيئة ولكن تراجعت لدخول من هو غير محسوب على العمل التطوعي في العمل التطوعي لكن الشيخ ما عليش أن هناك تنظيم الآن من وزارة الداخلية وضبط الجمعية المجموعة وعادت الثقة كثيراً لها التطوع ولذلك لما حست الدولة بمثل هذا وضعت الضوابط ووضعت الرقابة ووضعت الجهات المسؤولة الرقابية التي هي مسؤولة عن مثل هذه الأعمال التطوعية وتنظيمها وتوجيهها حتى يستفيد وتصل تلك الخدمات للمستفيد سواء المسكين أو المحتاج أو من يحتاج مثل هذه الخدمات التطوعية وقصر العمل التطوعي على بناء مسجد أو حفر بئر هذا قصر للعمل التطوعي بل أن أعماء وجوه العمل التطوعية كثيرة جداً منها مستشفيات نراها مثلاً بنيت في الولايات المتحدة الأمريكية كان أصل تلك المراكز المتقدمة كان عمل تطوعي لخدمة فئة معينة وبالمجان كان يعالج فيها فبالإمكان الآن أن نوجد برامج وإن كان موجود بعض البرامج نوجد برامج يستفيد منها المجتمع وهي على شكل تطوعي مثلاً الطلب من الكبار التجار وخاصة المؤسسات المالية الكبيرة كالبنوك والمؤسسات الضخمة التي استفادت من هذا البلد واستفادت من التسهيلات المقدمة لهم أن يقوموا بعمال تطوعية خدمة لأبناء المجتمع كبناء المستشفيات، بناء الطرق، بناء الجسور، بناء المدارس التي هي تسجل بأسماء تلك المؤسسات المالية العملاقة الضخمة التي لا تقدم أي شيء للمجتمع وهي تستفادت فوائد ضخمة من خيرات هذا البلد ولذلك فإن الواجب أن يقوم أصحاب الثراء وأصحاب الأموال وأرباب الأموال أن يقوموا بواجبهم الوطني تجاه هذه الدولة وتجاه أبناء هذا البلد الكريم الذي حينما ننظر إلى التسوق مثلا ننظر إلى حجم ما يأخذه التجار من أبناء هذا البلد فهي مبالغ مهولة جدا وحينما ننظر إلى الخدمات المجتمعية التي يقدمونها للمجتمع كنوع من العمال التطوعية نرى أنها زهيدة وتقدم بشكل غير متناسق مع حجم تلك الأموال الضخمة والمكاسب المليارية حينما تعلن تلك المؤسسات عن أرباحها في ربع السنة أو في نصف السنة نجد تلك المليارات حتى برادات لا نجد لهم شيء يسير جدا نعم حتى برادات المياه كصيانتها ووضعها عند المساجد وفي الطرقات لا نجد لهم أي أثر لا بناء المساجد لا عمل الجسور لا بناء المستشفيات العملاقة والإشراف عليها وإنما نجدهم استفادة ضخمة من المجتمع دون أن يكون حتى مسائل التدريب المجاني لا بناء المجتمع لا يوجد أعطيني الآن مراكز تدريبية من المؤسسات المالية العملاقة الكبيرة تقوم بتدريب بناء وبنات المجتمع بالمجان والله أنا أمس كنت في جمعية البر الخيرية في العريجة في زيارة وذكروا إحدى المؤسسات الأهلية تدرب مجموعة الفتيات كممرضات حتى تم إيجاد بظائف لهم بعد ذلك فإن شاء الله المبادرات موجودة جيد فنريد أن نشيع التفاعل إن شاء الله ولكن هذا على مستوى بسيط لكن إذا نظرنا إلى ضخامة تلك الشركات العملاقة الموجودة التي تعمل وما تقدمه للمجتمع من خدمات سواء في تدريب بناء البلد توظيفهم تقديم الخدمات ولعل هذا إن شاء الله يكون قد أخذ في الاعتبار في تلك الرؤية المباركة التي أطلقها الأمير الشاب المبارك الأمير محمد بن سلمان وفقه الله شيخ يوسف حفظكم الله دعنا نتحدث هنا عن تجاربكم التطوعية في شهر رمضان المبارك وتلك المبادرات التي انسابت من نسيم الرياض من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أننا حاولنا نستغل هذا الشهر المبارك كما استغلينا الأشهر السابقة لكن في شهر رمضان النفوذ قد تكون أقرب وأدعى إلى فعل الخير ولذلك من فضل الله سبحانه بدأنا في مشاريع التفطير كمثال عندنا أربعة مخيمات في كل مخيم ما يقارب من 300 إلى 500 مثلا صائم أو مفطر هؤلاء لا بد من من يشرف عليهم لا بد من أن يجهز لهم مثلا الغداء الوجبات وما شكل ذلك هذه لا يمكن أن يقوم بها المكتب لوحده ولذلك يا أخي الكريم أن أي نشاط أو أي جهة خيرية لابد أن يكون لها أفراد متطوعون حتى يبذلوا جهدهم ويسيروا هذه البرامج ومن تيسير الله سبحانه وتعالى وفضله سبحانه وتعالى أننا وفقنا بأعداد رهيبة لم نكن نتوقعها فيما يخص المتطوعين كما ذكت قبل قليل سواء كانوا صغارا أو كبارا فقط هؤلاء يختمون فقط يخدمون ما لهم علاقة بالأمور المالية وغيرها ليس لهم أي علاقة بالأمور المالية لا مالية يأخذوا ولا يعطون حتى أيضا ليس لا يأخذوا مقابل جميل وهنا يأتي مسألة التطوع وهمية التطوع في هذا القضية نعم لكن عشان بس نقطع الاجتهادات التي ذكرها الدكتور ناصر فيما يتعلق بالتعاطي والتعامل مع العمل الخيري ماذا من عمل مؤسسي وهؤلاء معروفة وظائفهم منهم فقط لتنظيم وترتيب دخول الصائمين وتفطيرهم وخروجهم وترتيب الوجبات لكن دعني ربما أنها ظهرت موجة في الأون الأخيرة خصوصا في قنوات التواصل الاجتماعي ما يتعلق بالإسراف في موائد الصائمين وتفطيرهم وغير ذلك هل أنتم في المكتب وضعتم أيضا في العمل التطوعي نافذة للاستفادة من الرجيع الذي توقع من وجبات الإفطار بادي ذي بدل نحن الأصل نحاول أن لا يكون لك إسراف في البداية بمعنى العدد لا بد أن يكون متناسب عدد الصائمين مع عدد الوجبات جميل أيضا كذلك المحتويات كل وجبة لا بد أن تكون مناسبة للشخص الواحد إذا جمعنا هذا وهذا لن يكون لك إسراف نحن نعمل على أن أي إنسان ينتهي من إفطاره ما بقي إن بقي من إفطاره يأخذه معه للمنزل لمنزله ولذلك لا يبقى شيئا يذكر الحمد لله أينها وأنا أشدد على ما ذكرت وتفضلت مسألة عدم الإسراف وعدم التبذير في كل شئين له وليس فقط في هذا الأمر يتأكد في هذا الناحية أن هذا الذي يأتي الذي يفضل أنت تربيه وأن تعطيه من التعليمات الخيرة فكيف تسرف فأنت يكون لنظرة سلبية فلابد أن يكون الخط متوازي التفطير والتعليم والتربية جمي دكتور ناصر ربما لديك زيارات وجولات دولية خارجية كانت بعضها في الآونة الأخيرة نريد أن نتحدث عن جهود القيادة في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بمد يد العون والإغاثة للشعوب الإسلامية المنكوبة عبر مركز الملك سلمان الإغاثي للتنمية الإنسانية سواء كان ما كان في اليمن أو حتى في سوريا وفي العراق وغير ذلك لا شك أن بلد الإنسانية المملكة العربية السعودية كان لها الإيد الطولة في الأعمال الخيرية بدأ من ملوك حكام هذه الدولة المباركة بدأ من الملك عبد العزيز طيب الله وثلاث ثم بأبنائه البررة الملك سعود وملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبد الله رحمهم الله جميعا ثم العهد الميمون للملك سلمان الملك الصالح سلمان بن عبد العزيز وما يأتي ملك إلا وقبل أن ينظر إلى العمل الخارجي ينظر إلى العمل الداخلي فيطلاق مسمى خادم الحرمين الشريفين وما نلمسه من خدمات جليلة رفيعة وهي من أعظم الأعمال التطوعية التي لا ترجو المملكة من عملها تلك التوسعات العملاقة للحرم المكي والمشاعر والخدمات المقدمة في المسجد النبوي دون منه ودون ابتغاء ثناء من أحد أو ضرائب أو يكون هذا دخل للبلد لا وإنما يرجون بهذا العمل ابتغاء ما عند الله عز وجل والدار الآخرة ولذلك رأينا آثار هذه التوسعات بالتسهيل على المسلمين وراحتهم وتقديم الخدمات لهم وإعانتهم على أداء مشاعرهم بكل يسر وسهولة حتى أصبحت العمرة وزيارة المسجد النبوي مقصد لجميع المسلمين لا وفيها مثل النزهة فيها إدخال وفرحة على المسلم والمشقة ربما منها قلت كثيرا نعم هو كما تفضلت ثم تقديم الماء البارد على مدار الساعة الماء مياه زمزم على مدار الساعة طوال السنة بأعمال لم تكن هذه أعمال تطوعية فلا أعرف ما هي الأعمال التطوعية كذلك من المشاريع العملاقة الضخمة ما يقدم من تلك الوجبات التي تقدم للحجاج طوال فترة الحج بالمجان سبيل من هذه البلاد المباركة سواء من ولاة أمرها أو من رجال الأعمال أو فياء الكرام الذين قاموا بواجبهم تجاه ضيوف الرحمن هذه بعض الأعمال كذلك من الأعمال العملاقة قبل ما ننظر إلى العمل الخارجي ننظر إلى العمل الداخلي فما نراه الله الحمد للمن من بناء الجوامع وبناء المساجد ورعايتها ووضع وزارة مختصة تهتم بشؤون المساجد والإشراف عليها هذا كذلك من الأعمال التطوعية الطيبة الكريمة من الأعمال التطوعية الطيبة التي يلمس المسلم من يزور تلك البلدان فلا يخلو بلد من البلدان الأوروبية والأمريكية إلا ويجد مركز باسم ملك من ملوك هذه البلاد الكريمة قد حمل اسم المملكة العربية السعودية شيدة ويرعى من قبل هذا البلد حتى الساعة ولله الحمد للمن هم لم يبنوا هذه المراكز وهذه المجمعات العملاقة التي صارت مرجع للمسلمين ومرجع للفتوى ومرجع لاجتماع كلمة المسلمين وأشبه ما تكون بالراعية لقضاياهم ولحل مشاكلهم وهي ترعى إلى اليوم ولله الحمد منه من قبل ولاة الأمر وهم يعرفون مدى المسؤولية العظمى أن شرفهم الله عز وجل بوجود الحرمين الشريفين وقيادة الأمة الإسلامية إنما هي تنبع من هذا البلد الكريم المملكة العربية السعودية ولذلك استشعر ولاة الأمر في هذا البلد أهمية القيام بهذا الواجب فأنشأ الملك رحمه الله تعالى الملك سلمان حفظه الله تعالى هذا المركز العملاق مركز الملك سلمان للأعمال اللغاثية ولمسنا آثاره الطيبة الكريمة في تخفيف معاناة الشعب اليمني ابتداء ثم ما لحقه من أعمال كريمة امتدت لكل بلد منكوب سواء الأخوة في سوريا أو أهل السنة في العراق مد يد العون إلى كل محتاج ممن يحتاج إلى تلك الخدمات التطوعية التي لا ترجو المملكة من تقديمها جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريضا وهذا هو ديدا هذه البلاد أن تقدم هذا المعروف دون انتظار شكر أو جزاء من أحد نعم شيخ يوسف ما تعلق أيضا بعمالكم التطوعية في شهر رمضان المبارك غير تفطير الصائمين هل هناك مبادرات أخرى ما يتعلق بكسوة العيد وغير ذلك؟ نعم بلا شك هناك في رمضان كما ذكرت قبل قليل لكن دعني أثني على ما ذكر الدكتور في مسألة أن لما تلاحظ في مكة المكرمة ذلك الرجل الذي حمل على ظهره كذا من الإفطار كمثال ثم يفطر فلانا وفلانا تجد أيضا مثلا رجل الأمن ذاك الذي كمثال أيضا المرأة العجوزة التي إما حملها أو تلك المرأة أيضا كان يساعدها بأي مساعدة كانت هذا نعتبره أمر تطوعي ليس بالسهل و أيضا كذلك ليس بالأمر الهيئ و الذي يعمل مساج أيضا لأحد كبار السن و الذي يعمل مساج أيضا كذلك و رأيتها اليوم في التغريدات هنا و هذا أمر بلا شك يثلج الصدر حقيقة أنا أريد أن أؤكد على ناحية أخرى و هي أن التطوع يعني يجعل البسمة والفرحة في نفس المتطوع أكثر من المتطوع حقيقة أنا لما أبذل جهدي في مثلا في أي عمل خير إيجابي برغبة مني من غيري أن أريد مقابل من أحد إلا الله سبحانه وتعالى تشعر بسعادة بلا شك و لذلك يا أخي الكريم يجب علينا أن نربي أم هسن و ربي غيرنا على هذا الأمر على أمر مثل التطوع و لذلك من هذا المنطلق انطلقنا فيما يخص برامجنا في المكتب صفة عامة جميل سواء كان فيما يخص التفطير أو غيرها من مشاريع لكن المشاريع ما هي هل لديكم مثلا زكاة الفطر مشروع في ذلك أو كسوة لأي زكاة الفطر ليس من تخصصنا ولكن نحن نركز على ما يخص مثلا هدايا العيدة الآن نعمل لأجلها تخيل أنت عندما تهدي أي إيسان قد يكون قريء في عيد و عيدة كذا الآن لازات اللقطات تتوالى هذه منها ما شاء الله بلا شك هذه من المخيمات الآن موجودة يمكن أن أتمنى أن من يزورنا في هذه المخيمات الأربع الحقيقة يجد الأمور الجميلة لديكم دعوة و إرشاد في نفس المخيم بل العنوان لهذا المخيمات سميناها تفطير و دعوة أنا أقوم بتعليم كذلك هناك التفطير و هناك أيضا كذلك الدعوة عن طريق مثلا الدعاء دعاة الجاليات كلهم في لغته يعني يعلمون الناس أمور الصيام و أحكام الصيام و كذلك التعليم أيضا هناك يعني هناك بعض الطلاب الحلقات التحقيق القرآن اتفقنا أن نحن و إياهم في مسألة أن يأتون إلى هؤلاء و يعلمونهم تصحيح التلاوة الفاتحة يوميا قبل الأذان بربع ساعة و ثلث ساعة لكن سمعنا أن هناك من أشهر إسلامه في أحد المخيمات هذا يوميا حدثنا عنها القصة هذا يوميا في قصة معينة مثلا أذكر أكثر من قصة يا خليل كريب أذكر يعني كمثال هذه أنا رأيتها أحد الذين أسلموا تخيل كان جالسا يعني قبل الإفطار طبعا الكل الكل ما يستطع أن يأكل ولا تبرتا واحدة قبل الأذان هو طبعا غير مسلم ولا ما عنده هذه الثقافة قضية أنه لا بد حتى يؤذن المؤذن حتى نأكل ممتع فعندما أذنوا الكل بدأ يأكل أثرت فيه استغرب استغرب يعني ما الذي جعلهم ضربت زر كلهم يعني رفع نداء فهذه أثرت فيه حالة أخرى أحدهم لما رأى أحد الشباب المتطوعين ورأاه هو الذي يأتي ويأتي يا أخي بالجواجب ويعطيها إياه يوم كان عنده شيء ناقص أخذ من أعطاه حتى الذي معه ما شاء الله قال يعني أنا من أنا حتى تعطي لي أنت أنت بشمارك وكذا 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 وأنا إنسان عادي بسيط عامل ونحن في الإسلاميس عندنا هذه التفرقة طبقي لكنه أثرت فيه سبحانه فقال أشهد أن لا إله عفوا قال لزميره الذي أتى به قال أريد أن أسلم زميره قال لحدي وقال ولد أن يسلم مباشرة شهد أن لا إله الله أنه حند رسول الله أمر فضيل أمر جيد والأيجاب الحمد لله الشيخ ناصر ربما يعني هي حدث في السابق في بعض تواصلات وكان هو تواصل اجتماعي من ينتقد مشاريع تفطير الصائمين وأن هناك هدر للاكتصاد الوطني وأن هؤلاء العمال ربما يعني كلام طويل وعريض وسمعنا هذه الثمرة المباركة نعود إلى حديث رسوله صلى الله عليه وسلم الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فنريد على ضوء هذا الحديث أن تتحدثوا عن هذه المشاريع المباركة نعم حجب هذه الأعمال لوجود بعض الظواهر السلبية هذا خطأ فلو وجد خطأ من طبيب ما تلغى المستشفيات ما تلغى خطأ من رجل الأمن ما تلغى الأقسام الأمنية وشوق أقسام الشراط وما يتعلق بترتيب الإشارات المرور لو كان خطأ في أحد إشارات المرور نقول خلاص نلغيها ما ليس صحيح ولذلك وجود السلبيات دليل على وجود عمل وهذه السلبيات لا بد أن تتلافى ولذلك لماذا تعقد المؤتمرات ورش العمل لإيجاد الإيجابيات وتعزيزها ثم طرح السلبيات وتداركها وأنا أعرف أنا كمثال أن لجنة الحج العليا تجتمع بعد نهاية الحج مباشرة للنظر في التقرير ما هي الإيجابيات التي تحققت في هذا العام حتى تنمو وتطور في العام القادم والسلبيات حتى تتدارك ولله الحمد منه من يعني يشارك في الحج سواء في الأعمال الخدمية أو في توعية الحجاج وتبصيرهم بأمور دينهم يلحظ الفرق الهائل كل سنة عن العام الذي قبله ولله الحمد منه هذا من تيسير الله جل وعلا وجود الأخطاء لا يلغي مثل هذا الأعمال الطيبة الكريمة ولذلك قامت عدد من الجهات سواء في الداخل أو الخارج بإنشاء مراكز الأعمال التطوعية ومن ذلك جامعة الإمام بحكم أن أنا أحد منتسبيها يوجد لدينا مركز الأعمال التطوعية في جامعة الإمام للتركيز على الدراسات التي تخص هذا الجانب وتطويرها وتعميقها حتى تكون منطلقاته ويستمر هذا الخير وهذا العطاء جميل ما أريد أن أصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطل صائما فله مثل أجره الله أفضل تفطير الصوام من الأعمال المندوبة التي نندب إليها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام فما نستطيع أن نلغي مثل هذه السنة الحسنة ألا وهي تفطير الصائمين الأمر السلبي فيما يتعلق بمشاريع تفطير الصوام هو ما يوجد من قضية الإصلاف والتبذير والبذخ الزائد في بعض مشاريع التفطير أو التي لا يوجد من يشرف عليها أو يقوم عليها وإنما وضع الأمر لحالس المسجد أو لغيره من الناس أو للمطعم فالمطعم هو تاجر ولو قيل له شوف كم عدد ما يحتاجون من الوجبات فلو يعلم أنه المسجد يحتاج إلى مئة وجبة سوف يحضر خمسمائة وجبة لأنه سوف يأخذ المبلغ في نهاية اليوم أو في نهاية الشهر ولذلك لا بد من تأطير وتنظيم هذا العمل قبل أن ننظر إلى هؤلاء الذين لهم بحاجة إلى من يعينهم خاصة كثير منهم لا يوجد لديهم عوائل وهم من أهل الإسلام أو من غير المسلمين ممن يحضرون مثل تلك الموائد ويكون لها الأثر الطيب على دعوتهم للإسلام وعلى قربهم من المجتمع الإسلامي واحتكاكهم بالمسلمين ورؤية هذا الأطعام المجاني الذي يقدم بعضهم يعني يقول هل في شيء بالمجان يقدم فيتعجب وذلك وجود مثل هذه المشاريع الطيبة الكريمة يكون لها أثر وأنا أشجع كثير من الجمعيات التي بدأت تنحو نحو آخر غير مشاريع التفطيل التي تكون عند المساجد رعاية تلك الأسر في بيوتهم المتعففين تلك الأسر المسجلة في الضمان وتقديم وجبات الأفطار في بيوتهم بحيث أن هؤلاء يحتاجون إلى من يقدم لهم مثل تلك الوجبات التي هم بحاجة إليها دون سرف ودون بذخ ودائما الوسط هو الأمر المطلوب وكذلك جعلناكم أمة نوسط في جامع الأمير سلطان بن فهد وفقكم الله شيخ ناصر وأنتم إمام لهذا الجامع هل هناك تجارب تطوعية ممكن أن نستعرضها في هذه الحلقة؟ نعم ولله الحمد للمنه يعني مشروع التفطير ليس بدعا من هذه المشاريع التي لا يوجد لله الحمد منه مسجد لو يوجد مثل هذه المشاريع أو جمعية بر لو تقوم بمثل هذه الأعمال الخيرية الطيبة التي تشرف عليها هذه الدولة المباركة من الأعمال التطوعية التي أشرف التي وضعها الأمير سلطان حفظه الله سلطان بن فهد حفظه الله ومد في عمري على طاعته أن بنى بئرا بجوار المسجد ويستفيد وينتج هذا البئر 2000 لتر مكعب من المياه يوميا ويستفيد من هذه المياه أهل الحي ومن يحتاج إلى مثل هذه المياه وكذلك هي خدمة للجامع هل سبق شربت منها؟ نعم وهو أفضل من الشركات التجارية مع اعترامي لهذه الشركات والله أطيب منها بمراحل والله الحمد وهي دعوة لحضور الصلاة معنا والشرب من هذا البئر الذي بجوار ليس بئر زمزم وإنه بئر قرطبة يوجد كذلك من المشاريع الطيبة الكريمة المباركة في هذا الجامع حلق تحفيظ القرآن سواء للذكور أو للأمهات والبنات ولله الحمد منه يعني يوجد لدينا الآن في دورة رمضانية انتهت في العشرين من هذا الشهر شارك فيها أكثر من أربعمائة دارسة أربعمائة دارسة أربعمائة دارسة من أهالي الحي لا يوجد لدينا نقل مع صلاة وإنما هو من يحضر صلاة التراويح ويستفيدون وش يتقدمون؟ تلاوة تلاوة حفظا وتلاوة وفي مدرسات ومدرسات ولله الحمد منه غالب المدرسات يوجد أكثر من خمسة عشر معلمة غالبهن محتسبات لم يرضينا أن يأخذنا ريالا واحدا مقابل هذا العمل بعد صلاة التراويح كل ليلة حتى في العشر لا 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 فقط حتى العشرين من هذا الشهر وختمت؟ ختمت ولله الحمد طب فيه جوائز مثل الفائزين نعم فيه جوائز يعني قدم للأربعمائة دارسة كلهم قدم لهم جوائز ماشاء الله ولله الحمد منه بدعم الأمير وفقه نعم كذلك ما يتعلق بالحلقات التي للطلاب طوال السنة والله الحمد منه الحلقات النساء هي طوال العام ولكن هذه دورة مكثفة تقام في بطرة رمضان لكن جميل هذه الدعيات التي جزاهم الله خير علموا الدارسات للقرآن الكريم بلا مقابل بلا مقابل وهذه صورة من صور العمل التطوعي أبناء الحي ولله الحمد منه دائما ما يسهمون معنا في ترتيب السيارات تنظيم دخول المصلين للمسجد منع الأطفال الصغار المزعجين من العبث في أثاث المسجد المشاركة معنا في ترتيب الإفطار وتنظيمه يوجد لدينا أولاء الحمد منه عدد كبير يفطر بجوار الجامع كل هذه الأعمال هي صور كريمة من الأعمال التطوعية كذلك الإشارات المحيطة بالحي يوجد يشرف المسجد على عدد من هذه الإشارات وما يقدم فيها من وجبات وهؤلاء الشباب محتسبون الأجر لا يريدون ربما أنهم عرضوا أنفسهم للخطر لأنه يوجد من بعض المتهورين الذين حينما يقترب وقت أذان المغرب وكأنه يصاب بحالة جنونية ولكن حينما يرى هذا الفطور المعد عند الإشارات وبتنسيق وترتيب من الإدارة العامة للمرور وفقهم الله تعالى وهيئة الإلال الأحمر يعني يقومون بجهود طيبة وكريمة في ضبط مثل هذه المشاريع والإشراف عليها ومتابعتها خاصة أنها تقع في شوارع مهمة ومكتظة بالسيارات وقد يتعرب من يعمل في مثل هذه ولذلك أنا أحث الأخوة الكرام أن لا يستحبوا صغار الصن بعضهم يستحب أبنائهم صغار حتى يعودهم على أعمال خير هذا مناسب أنهم يكونون في المشاريع التي بجوار المسجد أما المشاريع التي تكون عند إشارات المرور فهي مشاريع خطيرة جدا وينبغي أخذ الحيطة والحذر حينما تقدم مثل هذه الوجبات وهذا هو من صور العمل التطوعي وصور يعني ظهار القيم الكريمة لأبناء هذا المجتمع وغالب المجتمعات والله الحمد لله المسلمة تقام فيها هذه الموائد فأنا زرت ماليزيا وزرت بريطانيا في رمضان زرت أسبانيا بريطانيا قبل رمضان يبدو لا لا في رمضان وكان الوقت طويل جدا وكذلك في أسبانيا زرت أسبانيا الوقت طويل جدا حتى يؤذن متى تتسحر والليل كله ما يتجاوز أربع ساعات تقريبا الليل كله ولذلك صلاة التراوح تكون قصيرة ثم لا يوجد وقت طويل يعني تناول وجبة السحور ثم صلاة الفجر فالنهار طويل والليل قصير ولله الحمد للمن لا تذهب إلى مركز إسلامي في الدول الغربية أو بلد من البلدان الإسلامية سواء في ماليزيا أو غيرها من البلدان إلا وتجد مظاهر الإفطار الجماعي وغير متكلف ولله الحمد للمن غانب الدول توجد لديهم هذه المشاريع الكريمة ويكون من يصنع هذا الطعام هم أهل البيوت وأنا أدعو نفسي وإخواني يعني من يشف على مثل هذا العمال التطوعية الأخ يوسف وغيرهم وغيرهم من الأخوة الكرام من يسمعون الآن أن يقدم كل أهالي حي هذه الوجبات من صنع الأهالي لماذا نحن يوجد ولكن نحتاج إلى المزيد نحتاج إلى أن نكتفي عن تلك المطاعم التي ربما لم تعتني العناية الفائقة وزيوت يعني بإعداد تلك الوجبات إعدادا جيدا خاصة أنهم يعرفون أنها تقدم بالمجان لأولئك الصور ومن الدكتور ناصر إلى الشيخ يوسف تعالك تعلق على حديثه وفقك الله شكرا خير لدكتور ناصر الحقيقة أنا من هذا المكان أشكر جميع الأئمة بارك الله فيهم جميع الذين ساعدونا في إصال سالة المكتب حقيقة ويشكرون عليه ويثابون من الله سبحانه تفطير ودعوة تفطير ودعوة وتعليم كل الأمور الثلاثة ذكرني في آخر كلام من الدكتور فيما يخص الأسر الآن لدينا أسر منتجة نحن الآن نتعاون نحن وإياهم في عمل هذه الوجبات في بيوتهم ناشا الله أسر منتجة هم تبع المكتب أقصد كتطوع كان يرعاهم المكتب سابق أنتم تحولوا لأسر منتجة هذه السنة أول سنة نبدأ بيعهم هناك أيضا عندنا فريق نساء يتطوع أيضا كذلك ينتج طبعا ليس هم مباشرة يباشرون لكن يشرفون على إنتاج هذه الوجبات في اليوم 1200 وجبة ربع دجاجة وأرز ممكن إلى نصف حتى دعنا نأخذ تفاصيلها أكثر تقريبا نصف تقريبا نصف دجاجة نعم وبالإضافة إلى العصير إلى اللبن إلى الكوب كيك إلى الماء والتمر طبعا هي تأخذ خارج المخيم ممكن يستخدمها في طعام السحور أو حتى في العشاء بعد التروير هذا أنا حتى لا أعلم أنه وأيدي دكتور ويقضيت لماذا الإصراف؟ ربع دليل تكفي الشخص الواحد قالوا لعله تكون للبطار والسحور كنت أقول ربع لكن تراجعت قلت لعله يستفيد منها بعد التروير هم الوحيدون فقط بقية الوجبات الربع بينما هؤلاء قالوا نريد أن يكون مع السحور شيخ ناصر أنت عشاك متى الآن في رمضان؟ ليس بعد الترويخ غالبا نعم أغلب الناس لن بعد الترويخ لا يتعشون لا يحب ذل منها أنا استفدت من رمضان وهذه دعوة لأخواني جميل ممن امتلأت بطولهم طوال 11 شهر أن يتخففوا من الأكل ما استطاعوا في هذا الشهر الكريم وخاصة ترك الخبز وأكثر ما يسبب السمنة بنصيح الطبيب أكل الخبز هذا الذي هو من القمح و الاكتفاء بالأشياء البسيطة عند الإفطار بالتمر والماء والقهوة و الشرب الشربة بعد صلاة الترويح هذا كافي ثم وجبة السحور من مشى على هذا البرنامج سيشعر بطعم الصيام و لن يشعر بمزيد من التعب و ما يتعبونه هو كثرة الأكل وجبة السحور مكونة من ماذا؟ التمر أيضا؟ لا 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 وجبة السحور دسمة دسمة قليلا لأن سماه النبي صلى الله عليه وسلم الغداء المبارك و قال تسحروا فإن في السحور بركة و لذلك فإن الإنسان إذا أكل من اللحم و الدجاج أو الأرز أو غير من الأمور التي تعينه على الصيام فإنه سيستيقظ ساعة التاسعة و نصف و العاشرة لأدام أعماله و مهامه بكل يسر وسهوله الحمد لله الشيخ يوسف يعني الأسر أرباب الأسر ألم يأتوا إليكم و يريدوا مثلا أو رب الأسر أو أولاده أن يقدموا أعمال تطوعية في المكتب بنا ذكرتك قبل أقليل في مبادرات في مبادرات يعني لدينا موقع على الإنترنت سواء في تويتر و غيرها عن طريقها نستقبل من يريد أن يتطوع جميل جميل مجرد أن يدخل على الموقع و يعني يبدي هذه ما ذكرت هذه جديدة خدمة جديدة هذه أراحات الحقيقة جميل و حتى تريح بدلا أن يأتي من بعيد من شرق الرياضة و من غرب الرياضة أو حتى من خارج الرياضة عن طريق الموقع طبعا هو موقع تفاعلي في رد سريع يعني أرجو أن يكون سريع لك يعني لعلّف الفتاة القادمة بالمناسبة لدينا قسم اسم تطوع سيتحول إلى إدارة إذا تحول هذا القسم إلى إدارة متكاملة سيكون لك إنشارة سهيلات أخرى و كثيرا بإذن الله تعالى نجمي شيخ ناصر حفظكم الله كيف ننمي أو كيف ينمي رب الأسرة ثقافة تطوع لدى أبنائك السؤال مهم جدا و أتوقعت أنك تسألني هذا السؤال لا شك أن تحفيز الأب لأبنائه حينما يطلب منهم أن يكونوا عونا لوالدته مثلا بعد ما ينتهوا من وجبة في رمضان بعد ما ينتهي من وجبة الأفطار من يقوم بجمع الأكل الزائد و إعطاءه لبعض المحتاجين كحارس المسجد و غيره هذا سوف يأخذ نقطة في التقييم أو دانانير مثلا أو مثلا حتى يكون تربية لهم لا يكون الجائزة مباشرة بحيث أنه ينتهي بمقابل و إنما هي نقطة يحتسبها عنده في دفتر و بعد فترة يجمع ما جمع من النقاط ربما يكافئه برحلة و يكافئه بلعبة و يكافئه بأي أمام كذلك معاونة الوالدة في البيت الأم الرؤوم عفوا دكتور بس الآن الرقم المكتب النسيم لمن أراد أن يتواصل معه في الأعمال التطوية و على الشاشة نعم المساعدة الأم الرؤوم في المطبخ في بعض الأعمال التي تحتاج إلى مساعدة كلف السنبوسة مثلا و مساعدة الوالدة في غاسل بعض الأواني سواء بعد الطبخة و قبل الطبخة لماذا نحتاج للخادمة؟ لماذا نكون خدم للأب و خدم للأم في البيت؟ و النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله مما كان يحتاج إلى و لما استكت فاطمة رضي الله تعالى عنها و عليا و رغبه في الخادم و قال ألا أدل لكم على خير لكم من خادم تسبحان الله 33 وتحمدان الله 33 وتكبران الله 33 أو قال 34 فذلك خير لكم من خادم و كان له يعني هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان فيه يعاني لعلي و فاطمة عن الاستغناء عن الخادم نحن نستطيع بالترتيب ترتيب عمال البيت وتقسيمها وتوزيع الأدوار أن لا نحتاج إلى وجود الخدم ابتداء و أولئك الأجانب الذين يكشفون أسرار و عورة تلك البيوت نعم و من تجارب أيضا شخصية ربما توزيع الأدوار كما تفضل تكتور ناصر علىها لننزل نستغني مباشرة عن الخادمة و الخادمة و كذلك يكون هناك نشاط و حيوية داخل الجسم نعم من الشحوم من الترخولات و من الممراض المزمنة و لا نحتاج إلى المشي في تلك الشوارع التي هيئت لو فعلا كل أم و كل بنت في البيت و هذا حتى تهيئ لها للبيت المستقبل للبنت فإذا اعتمدنا على الخادمة تذهب إلى زوجها تذهب إلى الزوج و لا تستطيع تصنع الشاي و لا تستطيع أنها تعمل مكرونة بشب شمل كيف أنها تستمر في حياتنا شاكت من وشاك المكرونة نعم كل نوع الأكل و لا الحمد طيب و لا نعيب شيء من الطعام كله نأكله و يعني من دعانا فسنجيب إن شاء الله شيخ يوسف وفقكم الله لعلكم تدعوين الدكتور ناصر في مخيمكم له تفطر و دعوه نتشرح بهذا بلا شك بإذن الله هذه دعوة من الآن لك شيخ حفظكم الله شيخ يوسف لو انتقلنا أيضا إلى جانب آخر و رأينا تفاعل مؤسسات الحكومية و كذلك القطاع الخاص مع مبادراتكم التطوعية في المكتب بدءا بوزارتنا المحبوبة وزارة الشؤون الإسلامية حقيقة يشكرون أولا على أنهم موافقوا على مثل هذه المشاريع جميل موافقة رسمية أيضا كذلك هذه الموافقة كانت وفق اشتراطات جميلة كمثال الدفاع المدني له علاقة في الموضوع جميل مثلا حتى يعني مثلا وزارة الفرع الوزارة أيضا كذلك له علاقة بما يخص الكلمات الشؤون الإسلامي في الشؤون الإسلامي أيضا كذلك بعض الشركات التي ساهمت الآن لا أريد أن أذكر بعض الأسماء بل نذكرها يا شيخ أنا أرى أن شركة سمنان الآن كان لها جهود لها جهود يستحقون في واحد من هذه المخيمات في درق إخريص أيضا كذلك يساهمون أولا بالوجبات ثم أيضا كذلك بأكثر من موظف لديهم يعمل من منتصف العصر حتى غروب الشمس ويعملوا في هذا إن تبدو الصدقات في نعم ما هي ندعوة للشركات المساهمة في هذه المشاريع المباركة وهي بركة لهم في الدنيا ونماء لمشاريعهم وبركة أيضا في الآخرة لهم إن شاء الله في الجر عظيم أيضا أحب أشيد بفريق التطوع النساء اسمه عطاء أيضا هؤلاء هؤلاء هم الذين الآن يزودوننا بألف ومئتين وجبة نسيت أن أقول الأربعمائة من هذه الألف ومئتين لحد المخيمات والبقية كما ذكر الدكتور توزع على بعض الأسر وبدأنا بهذه محتاجة الأسر محتاجة أيضا كذلك في أماكن محددة يوزعون البقية الألف ومئتين لكن أيضا كذلك يستهدفون الأسر يا أخي الكريم تأتي أسرة كاملة الأب والأم وبعض الأبناء يأتوا لكي كل منهم يأخذ وجبتها معهم يقول أنا أمي لا تستطيع أن تحضر وريد أن أخذ وجبتها هذا موجود صدقني لا يخرج من بيتي إلا لحاجة إلا الجوع لا يمكن أن يخرج العبثا من يريد بعدها ثمنها زهيدة وأراد بيعها ربما لا تأتي إلا بريالات معدودة جدا بسيطة جدا لكن وقعها على النفس أنا أقصد أن هؤلاء دلالة أنهم محتاجين إرغاصات وعلامات أن هؤلاء محتاجون إذن لعلك دكتور هنونك إضافة شيخ يوسف فيما يخص أضلنا الأئمة أعيد مرة أخرى لحبنا لهم وحبهم لنا و للتعاون لنا نحن و إياهم فيه من خلال برامج نكتب ككل أشكرهم كل الشكر و أقدرهم كل التقدير مجموعة يمكن ما يقارب المئتين مسجد و جامع يعني تبع في شرق الرياض كلهم كانوا متعاوني معنا في هذا الأمر و غيره في العمور في تفطير الصائمين و غيرها كم لديكم من شاب لو أخذنا الرقم بالضبط الآن بالنسبة للمتطوعين ما يزيد عن ألف شخص ألف متطوع وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى شو يا أخي الكريم الشباب بالذات إذا أنت أحسنت إليهم و أعطيتهم فرصة الشاب في كينونته هو مبادر و التطوع يحتاج إلى المبادر حقيقة التطوع بالذات لا يمكن يأتي بعده في قلة إلا من إنسان مبادر مبادر لا يريد مقابلا أيضا كذلك برغبة شخصية ليس إلزاما و ليس واجبا عليه فهذه موجودة عند الشباب و عند الناس بصفة نعم لكن الشباب بصفة خاصة إذا أنت أعنتهم و ساعدتهم حفزتهم أكرمتهم بعد هذا العمل بلا شك سيأتون إليك بكل طواعي و وفرت لهم أيضا الاحتياجات التي يريدونها و وفرت لهم كل ما يحتاجونها نجب إذن كل الشكر و التقدير مشاهدين الكرام بعد شكر الله عز وجل مع وافر الدعاء إلى ضيفين الكريمين في هذه الحلقة فضيلة الدكتور ناصر بن محمد الهويمل أستاذ الدراسات العرية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية و مستشار معالي مدير الجامعة و كذلك شكر و التقدير لفضيلة الشيخ يوسف بن إبراهيم البرجس و هو مدير عام مكتب الدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات بنسيم الرياض شكر الله لكم شيخينا الكريم و نحن بدوننا نشكرك أخي عبد الرزاق و أشكر الأخ يوسف و الأخوة و الأخوات المشاهدين و المشاهدات الشكر يتواصل لكم و أنتم مشاهدنا الكرام على حسن نصات و كريمة المتابعة هذه تحياتي و تحيات زمير معداد اللقاء أنس أبواردي و كافة الزملاء طاقم البرنامج نلتقي بكم إن شاء الله على خير و بخير في يوم الغد السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة